أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدثا في مقابلته التي ألقاها في قاعة القديس بولوس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوية ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قدستكم وخدمتكم كخليفة القديس بولوس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس اختتم قداسة البابا اليوم سلسلة التعليم في موضوع الشيخوخة وتكلم على خاتمة حياة سيدتنا مريم العدراء وقال صور الغرب انتقال مريم العدراء إلى السماء مرتفعة إلى العلاء ومحاطة بنور مجيد وصورها الشرق مستلقية راقدة يحيط بها الرسل وهم يصلون بينما يسوع يحملها بين يديه مثل طفلة تأمل اللهوت دائما في علاقة هذا الانتقال الفريد مع الموت والعقيدة لم تحدد حتى اليوم ومن المهم توضيح علاقة هذا السر بقيامة الابن من بين الأموات التي تفتح لنا جميع عن طريق الولادة على الحياة إن العمل الإلهي الذي جمع بين مريم والمسيح القائم من بين الأموات لم يكن فقط تجاوزا للفساد الجسدي الطبيعي للموت البشرية بل هو استباق لانتقال كل جسد إلى حياة الله وكما أن الإنسان هو هو نفسه في الأحشاء الوالدية ثم بعد ذلك يخرج من الرحم ويكبر كذلك نقول إن الإنسان هو هو بعد موته يولد الولادة الأولى على الأرض ويولد الولادة الثانية في السماء ويبقى هو هو نحن الذين خرجنا من رحم الأم إلى الحياة وصرنا على الأرض بعد الموت نولد في السماء في فضاء الله على مثال ما حدث ليسوع فالقائم من بين الأموات هو دائما يسوع فهو لم يفقد إنسانيته ولا خبرة حياته التي عاشها ولا حتى شخصيته الجسدية لأنه من دونها لن يكون هو هكذا ستكون حياة جسدنا القائم من بين الأموات حية مئة وألف مرة أكثر مما عشناها على هذه الأرض ترجمة نانسي قنقر